هاتو نرجع لك بعد رافعت بي اليوم التركيز على الهجرة تراه هو أكثر يعني في اليوم في زيارة ميلوني إلى تونس الهجرة الغير نظامية في العلاقة الدولية عندما تجتمع دولتين بالطبيعة كل دولة تحاول أن تقدم الملفات متاحة وتحاول أن تفرض الأجندة متاحة للدولة الأخرى وتستغل موزين القوى والانتظارات الموجودة من الجانبي في العلاقات بين تونس وإيطاليا في المدى الأخيرة بدأت هناك نوعا من التوازن الذي يبرز لأن إيطاليا لها مطالب وسيدة ميلوني نعرفه لشعار الأساسي متاحة في الحامل الانتخابي متاحة في خريف 2022 كان هو إيقاف الموجات البشرية المدفقة من شمال إفريقيا نحو إيطاليا وهي الآن ترى أنه بأم العين أنه هذه السياسة بدأت تشهد العديد من المشاكل خاصة مع اضطراد الهجرة من ليبيا وبقوسي أنه غدوة الدبيبة ماشية لإيطاليا بشكل معنا في زيارة وفي نفس الوقت هناك أيضا انتظارات من تونس التي نجحت نوعا ما في فرض أيضا أجندة متاحة وأنا تبعت الكلمة متاحة بشكل معناها دقيق لأنه ما بين السطور كانت هناك بعض الإشارات المهمة عندما تتحدث سيدة ميلوني وتقول ستكون هناك مقاربة جديدة غير كلاسيكية لمسألة الهجرة هي نوع من أنواع قبول النظرة التونسية التي تقول أنه من دون لثلاث مناطق يعني الخمسة الأوروبيين الخمسة المغاربة والخمسة في السحر والسحراء لا يمكن إيقاف هذه الهجرة الغير نظامية ضيف لذلك هناك مسألة مهمة لازم نردوا بيننا منها هو أنه إيطاليا خلافا لشيء اللي نستطوره راهي من أقل الدول الأوروبية اللي فيها حضور للمواجرين حسنا بالميارة بلد العبور أي هي بلد العبور أولا ثانيا إيطاليا تسمى اليوم في أوروبا بيابان أوروبا لأنه اليوم إيطاليا هي الدولة اللي فيها تقدم لقص الدرجة وهم بحاجة كبيرة إلى ليد العاملة من البدن الأخر ولكن ما هو الإشكال في إيطاليا وتوى بيش نحكيه على الكلام اللي ما تقالش والذي لا يمكن أن يقال معناه في السياسة الإيطالية هو أنه إيطاليا لا تمنع ولا تريد منع الهجرة ولكن تريد اختيار الهجرة يعني أنه مثلا معاتون ستحب تلقى حل لإستجلاب نوع معين ميناء حسب حاجيتها يعني حسب حاجيتها بطبيعة ولكن في المسألة أخرى أستاذة وستمحوني لهنا معناها بعيدا عن كل منطق عنصري إلى خير فما مشكلة الانتغرسيون في أوروبا مهمة لقصدرجة الإدماج يقول لك أنا مثلا التوينسة ولا غيرهم معناها من مناطق شمال أفريقيا قادر أن ندمجهم قادر أنا إيطاليا أنه في إطار معناها تعاملات مولا الثقاثية لأخيري أن يقوم بدمجهم لكن هناك موجات بشرية لحكي عليهم بكري معناها الأستاذ معناها المقني يقول لك ناس جاي من بلدان أخرين مثلا شيء لاحظنا في سفيقس المدر الأخيرة ناس قاعدة جاي من منجلديش ناس قاعدة جاي معناها من أفغانستين يعني من مناطق بيضا قدرجة هذه المجموعات التي لا تريدها إيطاليا ولاحظنا أنه معناها من بعد كوفيد ولا معناها في فترة كوفيد إلى يوم لهذا كل بلد في أوروبا أصبحت له نوع من أنواع التمييز على مستوى الموجات البشرية التي يقبلها ألماني مثلا قبلت السوريين لكن رفضت معناها بعض المجموعة أخرى رجعتهم فرنسا نفس الشيء إيطاليا اليوم داخل في هذا الإطار من أجل أن يكون هناك نوع من أنكاتر دوكويرانس في مسألة الميغراشون حتى معناها ما يتقالش عليها ولكن تصبح أحد السياسات الإيطالية اللي همنا نحن هو أنه تقتنع أوروبا ولسه فقط إيطاليا وذلك عليش معناها المؤتمر هذي ليجبو أن يكون مؤتمر تونس إيطاليا لازم يكون معناها المؤتمر تشارك فيه كل الفاعلين في المسألة هذه لأنه شيء قاعد يصير الناس قاعد يجي من مالي ومن نيجاغ ومن بوركينافاسو ويجي من شمال الكود ديفوار عليها جايين لأنه المناطق هذه أصبحت منكوبة اقتصاديا واجتماعيا وحتى على المستوى المناخي ومدام ما تحلش المشكل على المستوى الاجتماعي والاقتصادي فأنه المناطق هذه ستبقى مناطق إرسال لموجات بشرية وإذا غروبا مش تولي تتعامل معنا كان بطريقة أمنية في مسألة الهجرة وإذا ما نهى المناطق هذه اللي في موجودة في إفريقا بيش تبقى دائما ترسل لنا في الموجات البشرية ستتحول تونس أردنا مكراهنا إلى منطقة معناها حصر هذه المجموعات البشرية وبالتالي على تونس أن تبقى على هذا المستوى من المطلبية أنه لازمنا لا فقط من منطقتنا لكن أيضا ما لساحة والسحراء حتى نقف هذه الموجات البشرية نعم